السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء عندنا من الأسئلة المرشحة لامتحان الوزارة هي سؤال وضح مع الرسم جهاز تحضير غاز الأمونية مع كتابة المعادلة الكيميائية المتوازنة طلاب تحضير الأمونية كلش سهل ليش؟ لأن انت طلاب يعني لا تتكلف بالحفظ انا حنقول له هو جوابك يحضر من؟ يحضر يحضر طبعا هو يقول لك مع الرسم عشان وضح له يحضر بتسخين تسخين من هو؟ تسخين كلوريد الأمونيوم ملح كلوريد الأمونيوم ملح كلوريد الأمونيوم مع هيدروكسيد الكاليسيوم مع هيدروكسيد الكاليسيوم إذن يحضر بتسخين من هو كلوريد الأمونيوم مع هيدروكسيد الكاليسيوم هذه واحدة تسخين كلوريد الأمونيوم مع هيدروكسيد الكاليسيوم لا تنسوها المعادلة الكيميائية هي أهم شيء والرسم هي أهس أنت حجيت لهذه بس المعادلة الكيميائية ضرورية وضرورة ومهم جدا تحفظها زين هذي شلون راح تحفظ الرسم مالتها والمعادلة مالتها ان ه فور ان اتش فور وهنا اثنين و buys سي ال زين بعدين زائد وهذا طبعا السهم راح نكتب فوقات تسخين يعني حرارة مو قلنا تسخين يعني حرارة زين بعدين طلاب اش راح نسوي هسه هسه انت عرفت هذا هنا طلاب احفظها كلمة نحكل هذا نحكل ايش احفظها حتى لا تنساها اذا هذا نحكل وخلي هنا اثنين هنا اربعة يعني خلي احفظها نحكل اربعة وعشرين طبعا هذا طلاب مو تكتبها تروح بالامتحان تكتب هذا اليك حتى تحفظها وهناي كاو كاو خلينا نقول كاو 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 نحكل كاو اوكي وهنا خلي اثنين بالاخير اثنين حتى يروح شيروح طلاب ش طلع عندك هنا هنا طلاب نحكل كاو راح يطلع عندك انت اش تحتاج عندك هذا السي ال راح يروحوا ياما ويالكالسيوم باع شوف طلاب الكالسيوم راح ياخذ مال الان ايش فور يعني الكالسيوم راح راعي ايش ياخذ راح ياخذ السي ال كالسيوم هذا اول واحد اخذ ثاني واحد اول واحد من هذا اخذ اول واحد من هذا وطلع والسي ال طلاب عنده اثنين مالاته هذا الاثنين اللي قدام لنذن الاثنين مالاته الان ايش ومنها السي ال راح ياخذ انهياته خلاصنا السي ال اخذ السي اي اخذ السي ال يعني هذا الاول واحد اخذ هذا الثاني واحد بعدين زائدا نطلع مي ايش تو او جزئتين هذا المي اول واحد اخذ ثاني واحد وطلعنا مي وبعدها راح نطلع اللي يبقى شو عندي يبقى هذا بس هنا ثلاثة مو اربعة ليش لان واحدة راح اتل المي نفس هذا بقى بالضبط بس هنا ينكتب ثلاثة مو اربعة اذا المعادلة بها الصورة حفظوها طلاب نهكا الكاوة بعدين هذا ياخذ هذا هنا بها الصورة هاي واضح طلعنا برا وهذا الاثنين ما لتدير بها رجعته وبعدين نكتب المي ايش تو او كلكم تعرفون هذا ماي ايش تو او ماك واحد طالب ما يعرفه ماي اوكي وبعدين يطلع نفس هذا بالضبط بس هنا نكتب ثلاثة مو اربعة انت اصلا كتبت هاد خليتي اربعة وعشرين الرسم ما لتراح يكون كلش سهل طلاب الرسم ما لتراح يكون كلش سهل هنا يا طلاب عدنا نبدي منا نبدي بهاي الصورة نخلي الكاميرا صير عدلة حدلها صير شوي محلوب الكتابة هنا نجي هذا الخط الحامل يسمونه اوكي هذا مسند يستند عليه هذا الحامل هنا راح يزم له هذي شوف طلاب كأنما جا تبني ثلاثة طوابق من الشي اسمه ثلاثة طوابق من الزجاجات هذي الطابق الاول بعدين يجي بها الطابق ثاني شوي يضعف منعدها بعدين تبدي طابق ثالث بس راح تخلني مجال بها هنا يعني اوكي تبني طابق ثالث امدت ايجا عدلة اه اه عفا طلاب خاف ما اطلع الرسم كلش جزيين هذي هنا طبعا هنا راح يكون بهالشكل هذا اوكي بهذا الشكل هذا يعني نقدر نقول هات الخط ما موجود هسه راح نجي هناها من مسند اعطر اهناها من نعتزمها حتى لا تعقى هذا انتهي سرسمت مسند اوكي هذا طبعا هنا وش عندك هذا الخط ما اعتباره ما موجود اه وتلاث زجاجات واحدة فوق اللخ هنا شوف طلاب راح تجي ترسم هذا هم مسند ليش هذا الطلاب يجيبونه بالامتحان لان سهل يقولك الطالب سرعي يحفظي يعني رسم وارتها ثلاث زجاجات واحد فوق اللخ وهناها مسند وهذا هنا مسند وهناها شمعة راح يسوي هذا المسند راح يشيل هاي الانبوبة اوكي راح اشيل لك هاي الانبوبة هاي الانبوبة اللي هنا اكو شمعة مقنة سخين طبعا هنا شمعة طلاب اللي يعرفون بالرسم يعني راح حفظونا بسهولة شطار بالرسم هنا يزمها هاي المسندة طبعا الفيديو صار كلش طويل هنا ايه راح ايه الشي اسمي الفوهة مارتة مال هاي الانبوبة شوين بهالشكل صغيرة طالب ان شاء الله ما ينساها والامتحان الوزاري واطلاه طبعا هنا ايه راح يعبر على بهالصورة هاي بس صورة هاي يعبر هنا اكملنا احنا راسم بس شو عديك عندك هذا النفس انت محافظ هذا النهكة الكابة حافظة هنا اكتبه ان ايش فور سي اي زائدن سي اي او ايش تو واضح كتبه هنا طبعا ما صار الخط واضح كلش عذرا طلاب هنا ايه بعدين ايه ايش راح نكتب هنا منا هواء ومنا هواء بثالث قنينا اوكي هنا ايه هنا احنا نكتب اكو خطوط هذا غاز الامونية واضح حلو هذا الرسم طبعا انت تترايح لامتحان طلاب يعني نشوفه احنا خلصنا اه هنا عمود هذا هنا يصير عمود اكو طلاب هنا عمود يصير اكو عمود واضح هنا هذا هذا العمود شنوه عمود يسمونه عمود سي اي او بس كاو نفس هذا بس ماكو او كاو لازالة الرطوبة واضح احنا عنقول يجمع غاز الامونية بازاحة الهواء الى الاسفل يجمع غاز الامونية بازاحة الهواء الى الاسفل اتمنى طلاب هذا الرسم صار واضح وسهل عدكم اه طبعا هو كلاش سهل يحضر متسخين كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيز الكاليسيوم انا ما لديك تحفظها احفظها على شكل بهالصيغة هذي طبعا هي مو علمية هاي الآن نحكة الكواهي من عندي حتى لا تنساها وبعدين قلنا سي اي اي اخذ سي اي اي او وبعض الرسم ارته ثلاث قزازات واحدة فوق الاخ وهناها مقزازة اوكي هنا قارورة وخليها ترتصعد اللي هنا اي اهنا هوا هنا اي نفس هن المعادلة اللي حفظتها هاي تنزلها هنا يحفظ بيجمع الامونية الى الاسفل يحفظ غاز الامونية او يجمع بزارة الهواء الاسفل و هنا هو وهنا الآن هيدروكسيو فقط